والآن متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الأخبار الاقتصادية لدى ميرنائها شكرا لكم إيمان وإلهام والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا نفت رئاسة مجلس الوزراء صحة منشور في حسابات شخصية تدولته مواقع تواصل اجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحة حتى الآن حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع أو صاحبه أو ما هي تنتاجه مشيرا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها مسؤولي الوزراء المختلفة والجهات الرقابية وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها ومن ثم فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورا بمذكرة لهذه الوحدة للعمل على حلها منشدان المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات تغير مواثقة هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر افتتح محافظ الغربية طارق رحمي معرض أهل رمضان بمدينة كفرزيت ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لما يشهده من تخفيضات في الأسعار مقارنة بالأسعار الموجودة في المحلات التجارية وأوضح أن المحافظة قمت بإنشاء 15 معرضا ضمن معارض أهل رمضان داخل كافة المدن والأحياء إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر مشيرا إلى الاستعداد لافتتاح عدد آخر من تلك المنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين في أسواق البترول العالمية تعافت أسعار النفطة من موجة بيها قصيرة لترتفع دولارا للبرميل مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفطة وارتفعت العقود الأجلالي خامي برينتا بنسبة 1.3% لتبلغ عند التسوية 85 دولارا فاصل 83 سنة للبرميل وجرت تسوية العقود الأجلالي خامي غرب تكساس الوسيطة الأمريكية عنده 79.68 دولار للبرميل بارتفاع النسبة هو 1.9 من 10 بالمئة كما صعدت أسعار المزوت عالميا بنسبة تقدر بـ 1.34 من 100 بالمئة لتصل إلى 2.9 دولارات للترة كما زادت أسعار الغاز الطبعية بنسبة 8.82 بالمئة لتسجل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركة صينية مدرجة في قائمة تجارية أمريكية سوداء في الربع الأول من العام الماضي وأفد تقرير للكونغرس الأمريكي بأن وزارة الخزانة تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحضر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة بالدول المعادية وقالت صحيفة والستريت أن عمل إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة أعلنت صحيفة والستريت أن شركة تويتر سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 40% في كل من الإرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين انفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى أيلون ماسك مسئولية الشركة في 27 من شهر أكتوبر مما أدى إلى انخفاض بنسبة تقدر بـ 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة عليكم مرة أخرى إلهام وإيمان شكرا لكي مردنا على هذا العرض شكرا لك